أخيراً عايز أقول لحضراتكم على طريقة العشر دقايق لإعادة ضبط النوم عند الأطفال خاصة هنا بتكلم عن أطفال اللي هيروحوا المدارس أو هيروحوا الحضرات اعملوا ده من ابتداء من النهار ده خلاص؟ إنكم بدروا فترة النوم من عشر دقايق لربع ساعة كل يوم كل يوم بس يعني لو بدرنا الوقت عشر دقايق خلاص هتلاقوا نفسكم بعد أسبوع بعد سبع أيام أنتوا بقيتوا تناموا بدري أو الطفل بقي نام بدري بمعدل سبعين دقيقة يعني ساعة وعشر دقايق لو عملتوا كده على مدار عشر دقيقة هيبقى مئة دقيقة يعني ساعة واربعين دقيقة يعني ساعتين اللي تلت الطريقة دي بيسموها بره طريقة التين منتس تكنيك أو طريقة العشر دقائق عشر دقايق ما بتفرقش خالص مع الطفل إن احنا كل يوم نبدر عشر دقايق بس عشر دقايق بتكون غير ملحوظة بنسبة لأطفال في العمر ده يعني في حين إحنا لو قلنا له مثلا لو هو بينام مثلا ساعة عشر بالليل أو 11 بالليل وجينة قل له لازل ننام الساعة تمانية لا بيكون في صدمة ومقاومة من الطفل إنما لما بنبدر عشر دقايق كل يوم عشر دقايق كل يوم عشر دقايق كل يوم عشر دقايق على مدار عدة أيام خلاص بنلاقي حصل الهدف بتاعنا إن الطفل قدر فعلا ينام في وقت النوم الكويس ودايما خلوا قدامكم قاعدة التمن ساعات اللي هو إن الطفل ينام تمن ساعات فأكثر يعني مش لازم أكثر بكثير بس تمن ساعات ده الحد الأدنى خلاص فيه علامات بتبقى مؤلقة مصاحبة للنوم يعني لما الطفل يصحى كتير بدون سبب واضح أو إن الطفل يجي له كوابيس أو نوبات الرهاب اللي يعني الفزع الليلي خلاص أو صعوبات للتنفس أثناء النوم رغم وضع النوم المريح خلي بالكم لإن الطفل ممكن تسمعه صوته تبقى نفسه عالي لو هو نايم على مخدة مش مريح أو دماغه على المخدة مش مريح مش المخدة بقى اللي مش مريح يعني جزء على المخدة وجزء مش على المخدة فده يخلي الطفل يشقر أو يعمل صوت فخلوا بالكم قوي من الحكاية دي